افتتح امس مؤتمر تحالفات العسكرية في الشرق الاوسط بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى من مختلف دواد العالم وفي بنية المؤتمر القاسم العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدوذي للدفاع عرب فيه عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على دعمه لمعرض ومؤتمر بايدك مؤكدا ان البحرين كانت ولا تزال ملتقا للحضرات والثقافات كما تساهم بدور النشط في التحالفات العسكرية ضد الارحاب مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الاوسط جاء بالتوازي مع افتتاح المعرض العسكري الاكبر في الشرق الاوسط بايدك يتميز بتوقيته الحساس الذي ينعقد فيه في ظل ما تواجهه المنطقة من توترات واحداث مفصلية وهامة وهو ما تمخضت عنه حاجة ملحة لتقريب وجهات النظر بين ابرز التحالفات العسكرية بهدف توحيد رؤاها هذه المؤتمر جاء في وقته تحالفات العسكرية في المنطقة وشنه الهدف من هاي التحالفات امن واستقرار دولنا مثل ما تفضل سمو الشيخ ناصر حفظه الله في كلمته الطيبة امن واستقرار الدول محاربة الارهاب ويقامة نظام اقليمي جديد يجعل الجميع في رخاء ويجعل الجميع مستفيدين من هذا الاستقرار الهدف هو الشعوب في المقام الاول وامنه واستقراره وفي بعدين في محاربة اي دول تريد النيل من امن واستقراره هذا الشيء واليوم هذا المؤتمر بدايته وان شاء الله نتطلع الى جلساته بكرة هذا المؤتمر الهام الذي يضم في اروقته ابرز المشاركات العلمية والاستراتيجية بهدف تطوير العمل العسكري والجهود الدبلوماسية لمكافحة افة الارهاب هذا ما اكدته تصريحات القائمين عليه يسعى مركز البحر الدراسات والاستراتيجية والدولي والطاعة دراسات من كونه شريك المعرفة في هذه الفعالية لتوفير المنصات المناسبة لتواجد الخبراء والعسكريين والسياسيين والاستراتيجيين لتبالي الافكار والرؤى حول مواجهة التحديات المشتركة وتغريم الحلول لمواجهتها مشاركات دبلوماسية وعسكرية واسعة تمثلت بحضور ابرز القيادات العسكرية وقادة التحالفات بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات من خلال محاور المؤتمر الهم ليكون المؤتمر منصة حيوية تضم كبار صناع القرار على مستوى الحكومات والقادة العسكريين والصناعات الدفاعية نعتقد ان البحرين تلعب دورا هاما في مجال مكافحة الارهاب البحرين توفر منصة هامة ومساعدات كبيرة لضمان الامن في منطقة الخليج العربي والمنطقة بشكل عام المملكة المتحدة تفخر بعلاقاتها الطويلة مع البحرين خصوصا في المجال الدفاعي وهو امر نسعى لتطويره بشكل مستمر قيمة هذا المؤتمر انه يربط عدة هياكل عسكرية موجودة في الاقليم يعني كما قرأت حتى الان من المحاور التي سوف تناقش ومن المعرض الذي سيقام هناك تنسيق بين قوات التحالف العربي في اليمن وفي التحالف الاسلامي ضد الارهاب توحيد هذه الهياكل او التفاهم فيما بينها بهذه الصورة هو بدون شك رافض للقرار السياسي ويرينا مدى الترابط بين دول مجلس التعاون في بعديها العربي والاسلامي وجود هذه الشركات العالمية في منطقتنا يعطيها الفرصة لمعرفة ما نحتاجه في منطقتنا في محيطنا نحن بحاجة الى تصنيع معدات تناسب بيئتنا تناسب منطقتنا فوجود هذه الشركات وفي تعاملها مع المستخرمين مع الدول مع الزوار يعطي الشركات الفرصة انها تعمل على تصنيع معدات تناسب لهذه البيئة هذا التظاهرة لها معانيها الكثيرة اولا اننا الحمد لله مقبلون على مرحلة من اثبات ان لنا وضعا خاصا على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي وان العالم تنظر الينا كقوة مؤثرة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بلا شك اليوم المنطقة غليميا تشهد الكثير من التحولات الاستراتيجية الهامة وفي تغير كبير في الخريطة الاستراتيجية لمنطقة الشر الأوسط باكمله ويأتي هذا مؤتمر التحالفات في الحقيقة في وقت هام جدا ويضع البحرين على خريطة السياسية والعسكرية دوليا وكما نعلم بان هذا المؤتمر الدولي يرحب به على جميع المستويات وهو من المؤتمرات التي تتخصص في الدفاع وفي التحالف الدفاعي ورسم الاستراتيجيات الهامة انجاز جديد تسطره مملكة البحرين يضاف الى سجل انجازاتها في مختلف المجالات الهامة والحيوية وعلى رأسها المجال العسكري والامني وذلك ما يعكس ايمان القيادة الرشيدة برجالاتها الوطنية وقدراتها على تحقيق الرؤى والتطلعات وتجسيدها على ارض الواقع باحترافية ودقة عالية يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين